قال أمين التدريب وتثقيف بحزب حماة الوطن عمر حسين أنه يجب أن يكون هناك مشروع ثقافي يضم المواطنين لزيادة الوعي واكتشاف المبدعين أشار أمين التدريب وتثقيف بحزب حماة الوطن إلى أن مصر تعد منبعا للثقافة والأجيال الموهوبة النهاردة سعدت جدا بمشاركة في جلسة الهوية الثقافية ومستقبل الثقافة في مصر في ظل أننا دولة 30 يونيو وصورة 30 يونيو والطريق نحو الجمهورية الجديدة ودولة البناء والتشهيد واجب أن يكون هناك مشروع ثقافي يضم جميع المواطنين في كل الحمصة سواء الكرة أو المدن لزيادة الوعي وزيادة اكتشاف المراهب ومبدعين لأن مصر دايما بلد المنارة أو بلد الثقافة وهي اللي بتصدق للثقافة الخاصة